السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة التعليم التجاري أهلا بكم في أولى حلقاتنا النهاردة من حلقات المراجعة اللي نتمنى أن تفيدكم في امتحانات آخر العام خلاص معتش وقت على امتحانات فاضل أقل من شاء هنحاول في المدة دي نكسب حلقات المراجعة في إدارة المشروعات طبعا مادة إدارة المشروعات مادة جميلة جدا امتحانها إن شاء الله بإذن الله بيجي بسيط ما فيهوش أي تعايد لكن بيجي عندنا جزء يخص النظري وجزء على بعض الحالات العملية مادة بتاعتنا إدارة المشروعات بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على يعني إيه كلمة مشروع أسباب عدم نجاح المشروع دراسات الجدوى المطلوبة للمشروع بعد كده بتتكلم على دراسات الجدوى دي بالتفصيل يعني عندنا دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى التفصيلية كل الحاجات دي والتفاصيل واللي ما بين السطور إن شاء الله بإذن الله معنا في الحلقة دي يعني هنشوف الحالات العملية بتتحل إزاي؟ هنشوف الكلام اللي ممكن يجيلك من بين السطور ويسأل عليه بييجي إزاي؟ أنا محضر النهاردة بإذن الله مجموعة من الملاحظات على المنهج بصفة عامة هنقول لك بيجي إزاي في الامتحان وإنت ممكن تحلها إزاي؟ لأن امتحان المشروعات غالبا ما بيجي معتمد على اللي أنت فهمه من المادة بعض الحاجات البسيطة كده لازم ناخد بالنا منها نتوكل على الله مع بعض حضر الورقة وحضر الألم ونشوف مع بعض أول حالة عملية عندنا وهنتكلم عليها مش كحالة عملية هنشرحها عرب تتحل إزاي؟ لكن هقول لك كل اللي ممكن يجي حوالين المسألة دي كلها نبدأ مع بعض كده نشوف على بركة الله نشوف أول مسألة عندنا في المراجع بتاعتنا النهاردة إن شاء الله بيقول لي طرح مشروع قرد بإصدار أربع تلاف سند سعر السند خمسين جنيه لمدة خمس سنوات قبل الضريبة احسب تكلفة الاقتراض إذا علمت أن الفائدة على حملة السندات بتساوي عشرين ألف جنيه تاني مشروع طرح أربع تلاف سند سعر السند خمسين جنيه لمدة خمس سنوات يعني هي سدده على مدة خمس سنوات احسب تكلفة الاقتراض إذا علمت أن الفائدة على حملة السندات بتساوي عشرين ألف جنيه طيب قليك معي بقى هنا عشان نبتدي نشوف أول حالة بتيجي إزاي؟ ممكن تجينا إزاي في الامتحان ونشوف كمان لو ممكن تجي بطريقة تانية ولا لأ طيب هو هنا طالب منك تكلفة أو طالب منك تكلفة الاقتراض طيب تكلفة الاقتراض دي يجيبها بزاي؟ تركز معايا وهتورق أو قلم وكتب اللي أنا هقوله ده عشان تعرف تحل أي مسألة تخص تكلفة الاقتراض طيب تكلفة الاقتراض بتساوي إيه؟ القانون بتاعة تكلفة الاقتراض بتساوي الفائدة الموزعة على أصل القرد وبما إن دي تكلفة اقتراض يبقى هضرب هنا في المية عشان يطلع لي نسبة مئوية يبقى تاني تكلفة الاقتراض بتساوي الفائدة الموزعة على أصل القرد في مية طيب إحنا نحل الحالة اللي قدامنا دي هو بيقول لي فيه سعر شركة أصدرت أربع تلاف سند سعر السند أو القيمة الاسمية للسند خمسين جنيه الفائدة الموزعة أشهين ألف جنيه دي بيانات المسألة اللي عندي طيب إحنا بنقول وبيقول لي أعيز تكلفة الاقتراض طيب تكلفة الاقتراض بتساوي إيه؟ الفائدة الموزعة على أصل القرد في مية طيب عندك الفائدة الموزعة عندي عشرين ألف جنيه مستر طيب عندك أصل القرد لا ما عندكش أصل القرد بس هو في المسألة لو ما مدلكش أصل القرد يبقى هيديك بيانات تجيب بيها أصل القرد اللي هي إيه؟ ميديك عدد السندات اللي هم أربع تلاف سند وميديك كمان إيه؟ سعر السند هقوم أنا أقول له بقى أصل القرد بيساوي بيساوي إيه مستر بيساوي عدد السندات اللي هو مدهالك في سعرها أو في القيمة الإسمية لها طيب عدد السندات كام؟ عدد السندات أربع تلاف سند في سعر السند كام؟ خمسين جنيه أضرب أربع تلاف في خمسين جنيه يديك كام؟ يديك ميتين ألف جنيه طيب يبقى هنا أنا جبت أصل القرد بكام؟ ميتين ألف جنيه طيب كده أنا عندي إيه بقى؟ عندك دلوقتي الفائدة الموزعة موجودة في التنمين وإنت كمان جبت أصل القرد أصل القرد بيجيبه إزاي؟ بضرب عدد السندات في إيه؟ برفع عليكم في سعرها عدد السندات في المسألة أربع تلاف سند في خمسين جبنا من إيه الخمسين؟ هو إيه اللي في المسألة خمسين جنيه؟ يبقى أربعة تلاف بخمسين بيمتين ألف جنيه كده بقى عفو أجيب تكلفة الاقتراد أقول له تكلفة الاقتراد بتساوي قلنا بتساوي إيه؟ بتساوي الفايدة على أصل القرد طب الفايدة كام؟ قوعة تنسى وتعكس يعني إيه أنسى وعكس يا مستر يعني ما تحط ليش أصل القرد وفوق والفايدة تحت ليه؟ هيقول له عارف أنت لو عملت كده هيطلع لك رقم كبير جدا تعرف أنه أنت غلط إحنا بنحط الفايدة فوق وأصل القرد تحت ونضرب في مية تديني عشرة في المية إذن هنا تكلفة الاقتراد بتاعة المسألة اللي قدامنا دي عشرة في المية في حالة إيه؟ في حالة أنه هو ما جاب ليش أصل القرد لو ما جاب ليش أصل القرد بقول له أصل القرد بيساوي عدد السندات في سعرها طيب حال المسألة دي يا مستر لها شكل تاني؟ لها شكل تاني عشان يبقى أخدنا الشكلين وانت بتراجع وانت بتذاكر الشكل جالك كده تحل كده الشكل التاني؟ طبعا الشكل التاني أسهل من كده أسهل ليه؟ هيجي هنا قلنا في الشكل ده أنه هو الدانة إيه؟ هنا في الشكل الأولاني أنه هو الدالي عايز تكلفة القرد ومديني عدد السندات وسعر كل سند والفائدة الموزعة وبيقول لي هات تكلفة الاقتراد تكلفة الاقتراد تاني عشان تحفظ معي وانا بقول تكلفة الاقتراد بتساوي الفائدة الموزعة على أصل القرد في 100 بنضرب في 100 عشان نطلع النسبة المأولة الفائدة يعني الفائدة دي اللي أنا هدفعها على حملة الأسهم دول طيب أجيب أصل القرد الأول أصل القرد بيساوي عدد السندات في سعرها عدد السندات فيه؟ سعرها لو ضربتهم في بعضها هديني بربوا عليكم أصل القرد لو بقى أصل القرد عندي بقى عندي خلاص الفايدة كام واصل القرد كام هقسم المعلمات واضبابهم في مية طب ايه الشكل التاني بتاع مسألة تكلفة الاقتراض هيجي يقولك اصدرت احدى الشركات قرد سندي كنت 200 الف جنيه يعني ده بينكم سن ايه برافو عليكم ده اصل القرد كام 200 الف جنيه والفائدة الموزعة على حمل السندات 20 الف جنيه اهو والقرد يسدد في خلال 10 سنوات او مدة 10 سنوات طبعا هنا في المسألة انا بقول له هنا بيقولك باي احسب تكلفة الاقتراض هو عايز هنا تكلفة الاقتراض هقول له تكلفة الاقتراض بتساوي الفائدة الموزعة على اصل القرد في 100 وهنا كل حاجة جاهزة اصل القرد جاهز والفائدة الموزعة جاهزة يبقى تكلفة الاقتراض بتساوي الفائدة 20 الف جنيه اصل القرد عندك 200 الف جنيه بضرب في 100 يديني بايدة 10 في المية يبقى هنا دي الحالة التانية اللي يجيبها لي مباشرة يبقى اول حالة عشان وانت بتراجع وانت بتذاكر ما تخافش من اي حاجة حل المسائل اي مسألة مش عارف تحلها واقفة معاك اي سؤال واقف معاك ابعتهن واحنا ان شاء الله قائمين على خدمتكم طيب الحالتين دلوقتي بتوع تكلفة الاقتراض حاجة من الاتنين يجيبها من بره شبطان يديني اصل القرد والديني الفائدة الموزعة ويقول لها تكلفة الاقتراض في الحالة دي بقول له تكلفة الاقتراض بتساوي الفائدة الموزعة على اصل القرد برافو عليكم في 100 اما لو مدلكش اصل القرد هتقول له ايه اه برافو كده هتقول له اصل القرد بيساوي بيساوي ايه بيساوي عدد السندات المصدرة في القيمة الاسمية او سعر السند اضرب الاتنين في بعض يديك اصل ايه القرد بتاعنا بعد كده هيبقى عندك اصل القرد وعندك الفائدة الموزعة طيب تعال نتبص مع بعض كده على الحالة اللي بعد كده اه نبص بقى على المسألة دي مسألة دي من المسألة المهمة جدا جايب لك مشروع بيقول لك البيان عندنا مشروع مدينة دي كيرنس ومدينة بورصعيد جايب لمصرفات التشغيل هنا 355 الف وهنا 275 الف جايب الارادات 275 وهنا ارادات المشروع 275 الضريبة معفا وهنا 36 الف هنا اجمال التكاليف الاستثمارية 288 الف وهنا 600 الف طالب مننا ايه بقى طالب مننا ان انا اختار تعال نبص الاول نشوف طالب ايه المطلوب احسب صافي الربح لكل موقع بديل وقم اتنين احسب معدل الاعايد على الاستثمار واي المواقع افضل ولماذا نخلي بالنا بقى من المسألة دي لانها من المسائل المهمة جدا طيب هو طالب اول حاجة ايه طالب صافي الربح صافي الربح عشان اجيبه المسألة دي انا هعلمك طريقة تحلها كده بجدول شكله منظم وشكله شيك تعرف المسألة مشي معك ازاي وشغالها ازاي الاول هنعمل الجدول هو ادى الجدول بتاعنا الجدول اللي انا هعمله ده زي البيانات بتاعة المسألة بالضبط يعني ايه زي البيانات يا مستر يعني هقوم اعمله كده جدول اهو وكتب له هنا جدول وكتب له هنا البيان او المعلومات اللي جايبها لي والمشروع الاولاني دي كيرنس والمشروع التاني بوسعيد والمصروع هنا دور صعيب بقوم عامل إيه بقى بقوم كاتب أول حاجة زي ما هو جايب لي أنا هو بيقول لي أن عايز صفر ربح أجي كده في الهامش أفكرت بس صفر ربح ده أجيبه إزاي صفر ربح أي مشروع أجيبه عن طريق أن أنا أطرح الإرادات ناقص المصروفات التشغيل اللي عندي لو طرحت الإرادة ناقص مصروفات التشغيل هيديني حاجة اسمها صافي الربح بدل ما أعمل كده الوحيد هلأهم أنا كاتب هنا إيه رفع عليكم كاتب له هنا الإرادات ناقص المصروفات وشد خط كده وأقول له هيديني صافي الربح بس إمتى بقى قبل الضريبة صفر ربح إمتى قبل الضريبة وهم كاتب له هنا كانت الإرادات بتاعة دي كيرنس كانت ربعمية خمسة وسبعين ألف جنيه الإرادات بتاعة بوسعيد كانت ربعمية خمسة وسبعين ألف جنيه المصروفات هنا كانت تلتمية خمسة وخمسين وهنا كانت متين خمسة وسبعين بصيب أنا بعمل إيه هطرح الإراد ناقص المصروف هيديني صافي الربح قبل الضريبة هنا الداني مية وعشرين ألف وهنا الداني متين ألف يبقى أنا كده جبت صافي الربح كل مشروع بس إنت قبل الضريبة هقوم قيل له بقى أبص على المسألة المسألة كان فيها ضرائب أقول له هنا ناقص الضريبة يبقى أنا بطرح من صافي الربح الضريبة هنا معفاة يعني إيه معفاة يعني معلغاش ضريبة في الدولة بتدي امتيازات لبعض الأماكن بتحفيها من الضرائب هنا قال للضرائب مش معفاة هنا الضرائب ستة وثلاثين ألفين طيب بعد كده بقول له إيه أنا لو طرحت صافي الربح من الضريبة هيديني حاجة اسمها إيه صافي صافي الربح بعد إيه رفع عليكم بعد الضريبة أطرح ده من ده هيديني مية وعشرين ألف جنيه معفاة يعني ما فيش هنا ما فيش ضريبة هنا أطرح ده يديني مية أربعة وستين ألف جنيه تاني الأرقام دي جيت منين عشان نبقى فاهمين إحنا هنا جايب لي مصروع بيقول لي قدامك مصروعين مصروع مدينة مدينة ديكيرنس ومصروع مدينة برصعيد وطلب مني صافي الربح لكل مصروع طلب مني معدل لعائد المتوسط لكل مشروع وأي البديل هختار وأعمل فيه المشروع إحنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة أولا أنا مطرح بقوم حطت الإرادات هيت وطلعت منها لإيه ربع عليكم نقصت منها المصروفات لما اطرح الإرادة من المصروف بيديني حاجة اسمها صاف الربح قبل الضريبة طرحت ده من ده اداني مية وعشرين ده صاف الربح امتى قبل الضريبة بعد كده طرحت مرسوع عبر الصعيد اداني برضو صاف الربح قبل الضريبة طيب فيه ضريبة وقال لي هنا معفاة يبقى خلاص أحط المية وعشرين ومعفاة يبقى مش هنقص حاجة هنزل صاف الربح زي ما هو هنا الضريبة كانت ستة وتلاتين ألف طرحت المتين من الستة وتلاتين ألف اداني مية وبعا ستين ألف وأم كاتب من التنمين بقى إجمالي التكاليف الاستثمارية إجمالي التكاليف الاستثمارية جبتها منين دي يا مستر دي موجودة عندك في التمريل مدهالك في الجدول هنا ربعمائة وتمانين ألف وهنا ستمائة ألف طيب بعد كده ايه بعد كده خلاص المسألة بقت سهلة جدا ان انت بعد كده تجيب معدل العائد معدل العائد بيساوي ايه معدل العائد بيساوي صافي الربح بعد الضريبة على إجمالي التكاليف وانت بقى عندك أصلا دلوقتي صافي الربح مية وعشرين ألف على أبعمائة وتمانين ألف في مية وهنا صافي الربح مية اربعة وستين ألف على ستمائة ألف في مية المسروع الأولاني لو ضربته هيديني خمسة وعشرين في المية المسروع التاني هيديني سبعة وعشرين في المية تلاتة وثلاثين طيب لو انت بتعمل مسروع مسروع أو الديكبنس هيدينيك خمسة وعشرين في المية معدل على العائد وهنا هيدينيك سبعة وعشرين تختار مين هنقول له يتم اختيار الأعلى معدل اللي هو مين يتم اختيار موقع بوصعيد طب ليه اختارنا بوصعيد لأنه يحقق أعلى عائد يحقق على ايه عائد طيب اللي مفهمش هقول هاله تاني اه احنا ممكن نحل المسألة مرة واثنين وتلاتة لحد انت ما تفهم المسألة المسألة ديت بيجيب لك ايه بيجيب لك بدلين او تلاتة بدل مواقع يعني فيقول لك ان فيه مصروع في بوصعيد ومصروع في دوميات ومصروع في السويس ويقول لك اختار الموقع ايه اللي فاضل تبقى لمعيار معدل العائد المتوسط انا هجيبه ازاي معدل العائد المتوسط دوت عشان هجيب معدل العائد بص هنمشي مع بعض اللي مفهمش الشرح الاولاني هصبح حاله تاني ببساطة ونعيدها تاني احنا عشان نجيب معدل العائد القانون بتاع معدل العائد بيساوي ايه؟ معدل العائد بيساوي صافي الربح بعد الضريبة على اجمال التكاليف الاستثمارية في مية تاني معدل العائد صاف الربح بعد الضريبة على إجمال التكلف الاستثمارية في مية عشان أوصل للحل ده أما تجيل المسألة أو معامل الجدول ده هكتبله هنا البيان وهنا المشروع ألف والمشروع به أي أسامي بقى هو جايبها لك ألف به جيم شاء الله يجيب لك عشر مشاريع القاعدة واحدة وقوم كتبله هنا الإبادات هتجيبها منين يا مستوى بالإبادات دي من التنمين ذات نفسه ناقص مصروفات التشغيل هتجيبها منين موجودة في التنمين أنا لما أطرح إراد ناقص مصروف هيديك صافي الربح بس قمت برافو قبل الضريبة أهو بعد كده لو في ضريبة أقول له الضريبة وأعمل فيه ايه أنا أصهر أنا أصص صافي الربح قبل الضريبة من الضريبة طيب معفاة يعني ايه معفاة؟ معلاش ضريبة طب الضريبة هنا ألف ألفين ثلاثة بحطها وبطرحها من هنا بعد ما بطرح دول بيديني حاجة اسمها صافي الربح امتى بعد الضريبة اللي هو كنت عايزي فوق ده خلاص إدك صافي الربح وتقوم انت كاتب إجمالي التكاليف الاستثمارية وتجيب بقى المعدل بتاع كل واحدة يبقى الجدول ده بعمله في المسائل دي طيب نعيد المسألة تاني عشان اللي ما فهمهاش في الحالة الأولانية نعيدها له تاني المسألة بتجي ازاي وهتتحل ازاي هذه المسألة قدامنا هي بتقول المشروع فيه اصدارة المشروعها قدامي نبص كده على المسألة موجودة عندي بتقول قدامنا مشروعين مشروع اسمه اهو مشروع اسمه دي كيرنس ومشروع اسم برسايد دول موقعين بدلين عايزين نختار موقع فيهم وطبيعي انا هاختار الموقع اللي يفيدني وطالما هيفيدني طبقا للمعيار اللي هو طلبه مني ممكن يكون حسب المعيار هو انا طلبه هنا معيار معدل العائد بيقول هنا مصروفات التشغيل وجايبها لك الاراضات وجايبها لك الضريبة وجايبها واجمال التكاليف الاستثمارية اذا الجدول اللي قدامك تعال بقى نشوف بيطلب مني ايه طالب مني حساب صافر ربح لكل موقع بديل يبقى الاول عايز مني صافر ربح رقم اتنين احسب معدل العائد على الاستثمار ماشي يا سيد انا احسب لك معدل واي المواقع افضل ولماذا طيب هحل ازاي بص ما تيجي تحل حاجة زي كده هتقوم عامل ايه هتقوم عامل جدول خليك معايا بقى الجدول اهو الجدول عندك هتعمل جدول عبارة عن تلت خانات اش معنى تلت خانات يا مستر ما هو تلت خانات زي اللي موجودة عندك في التمين هنعمل التلت خانات بتاعنا واكتب له اول خانة البيان ده اللي موجودة عندي واسم المسروعين عندنا مسروع هيتعمل في مدينة دي كيرنس ومسروع هيتعمل في مدينة برصعيد هو عايزني تبقى المعيار معدل العائد اختار دي كيرنس ولا اختار برصعيد هقول له البيان وابتدي اكتب الخطوات اللي انا قلت عليها اقول له الارادات ارادات مسروع برصعيد دي كيرنس ربعمية خمسة وسبعين الف اهم برصعيد ميتين خمسة وسبعين الف جنيه اهم ناقص لو طرحت من الاراد مصاريف التشغيل هيديني حاجة اسمها صافي الربح قبل الضريبة اهو يبقى مصاريف التشغيل عندك تلتمية خمسة وخمسين الف وهنا ميتين خمسة وسبعين الف جنيه واحد ده هيقول لي انت بتجيب لي الاركام دي منين الاركام دي موجودة عندك في التمرين لو طرحت الاراد من مصاريف التشغيل هيديني صافي قبل الضريبة هنا ادتني مية وعشرين الف جنيه وهنا ادتني ميتين الف جنيه طيب عشان هقوله على حتة فنية دلوقتي خلي بالك منها هنا في ضريبة اه في ضريبة هقوله هنا ناقص الضريبة يعني الضريبة تطرح من الصافي هنا معفاء يعني مستر معفاء يعني المنطقة دي الدولة بتدي تشجيع لبعض المناطق فما بتحطش عليها ضريبة فهنا معفاء فبراسعيد مش معفاء الضريبة هنا ستة وتلاتين الف جنيه طيب هو الضريبة هنا مستر ممكن يقولها رقم وممكن يقولها نسبة خلي بالك من حتة دي ازاي يقولك ايه والضريبة كانت عشرين في المية من صافي الربح قبل الضريبة يعني عشرين في المية يعني اشوف الرقم اللي اطلع لي اللي هو صافي الربح قبل الضريبة واضربه في النسبة طالعنا الضريبة ده لو هو عايز لو هو جبالي جازة بحطها على طول عشان ابتدي أطرح هنا هقوله بقى لو انا طرحت صافي الربح قبل الضريبة ناقص الضريبة هيديني صافي الربح بس امتى بقى بعد الضريبة معفاك الناسف ما فيش يعني 120 ناقص صف يبقى هم 120 ألف جنيه هنا 200 ألف ناقص 36 ألف هيبقى 164 ألف جنيه طيب هعمل ايه بعد كده انا جبت صافي الربح بعد الضريبة هم قايله اجمالي التكاليف الاستثمارية يا مستر ده جيبها منين موجودة عندك في التمرين دي ربعمائة وتمانين ألف جنيه ودي ستمائة ألف جنيه كده كل حاجة عندك جهزة هتقوله بقى معدل العائد بيساوي بيساوي ايه القانون هو صافر برحب بعد الضريبة على اجمال التكاليف الاستثمارية يعني المية وعشرين ألف على ربعمائة وتمانين ألف في مية النسبة بتاعتنا خمسة وعشرين في المية هنا المسروع ده هيجيب لي خمسة وعشرين في المية مسروع برصعيد هقوله مية اطبع وستين ألف على ستمائة ألف في مية الداني نسبة سبعة وعشرين وتلاتة وتلاتين في المية يبقى هنا مين هنا اللي هياخد أكتر أو يختار البديل مين برافو عليكم البديل اللي محقق معدل عائد أكتر اللي هو محافظة برصعيد جايبة سبعة وعشرين في المية هنقوله يتم اختيار مركع برصعيد لأنه يحقق معدل أعلى من دي كيرنس أو يحقق معدل أعلى أو معدل عائد متوسط يبقى تاني المسألة تانية اللي مفهمش مرة واثنين من المسألة المهمة بعمل الجدول لو طرحت إراد ناقص مصروفات التشغيل هيديني حاجة اسمها صفر ربح قبل الضريبة لو أنا ما فيش طب واحدة يقولي طب رفض في المسألة ما فيش ضريبة يا مستر خلاص ما فيش ضريبة بقى مش هطرح احنا بنقول في حالة لو في ضريبة بعد كده لما بطرح صفر ربح قبل الضريبة ناقص الضريبة بيديني صفر ربح بعد الضريبة وعندك اجمال التكاليف الاستثمارية والقانونة هو للي مش اخد باله هو صافي الربح بعد الضريبة على اجمالي التكاليف الاستثمارية وبضرب في مية طيب هو ممكن في الامتحان يجيب لي الجدول بشكل غير كده آه ممكن يساهل اكتر يساهل اكتر ازاي يديك يديك في المسألة يديك صفر ربح بعد الضريبة جاهز ويديك اجمال التكاليف الاستثمارية ويقول لك مشروع واحد اتنين ثلاثة اي المركعين او اي من المواقع تختار هنا اختار تبقى لمعدل العائد اللي هو بيساوي صفر ربح بعد الضريبة على اجمال التكاليف الاستثمارية في مية يا بيت المسألة دي نخلي بالنا منها مسألة مهمة جدا وشرحناها بالتفصيل لو مش فاهمنا تبعتوا وتقولوا لي اسرح لنا دي تاني واحنا بإذن الله نسرح لكم تاني تعالى نبص كمان على النقطة اللي معنا او الجزء اللي معنا كمان في حلقتنا النهاردة سؤال من الاسئلة المهمة جدا اسكر النتائج المتبتبة على الحالات الآتية من حيث القبول او الرفض يعني ايه من حيث القبول يعني انت في المسألة اللي جاي دي هتقول ايه هتقول المسروع ده يتقابل او يترفض طيب هو المسروع هيتقابل او يترفض بناء على ايه والله لو المسروع هيحقق لي ربح اقبله ولا ارفضه لا اقبله طيب لو هيحقق لي اخسارة ارفضه طيب انا هو هنا بيقول لي طبقا ليه بيقول لي مشروع استثمار كمان حالية للتدفقات الدخلة خلي بالك بقى عشان هنشرح هنا ونوضح لك الحاجات دي بالتفصيل التدفقات الدخلة التدفقات الدخلة تدفقات الدخلة عندك مية وتمانين الف جنيه التدفقات الخارجة مية وخمسين الف جنيه مسترح احنا مش عارفين يعني ايه اصلا تدفقات خارجة وتدفقات دخلة ما احنا كده مش نعرف نحل طب يا سيدي لو انت مش عارف احنا عندنا حاجة اسمها عناصر المشروع عناصر المشروع تلات عناصر ايه هم حاجة تسمى التكاليف وحاجة تسمى الارادات وحاجة تسمى عمر المشروع يبقى عناصر المشروع كامع انصر تلاتة ايه هم حاجة تسمى التكاليف حاجة تسمى الارادات حاجة تسمى العمر المشروع بس خلي بالك بقى التكاليف يطلق عليها تدفقات نقدية خارجة اما الارادات يطلق عليها تدفقات نقدية دخلة يبقى لما يقولي في مسألة التدفقات النقدية الدخلة على طول مش لازم يقولك ارادات هو انت الوقت يعرف ان كلمة ارادات بتساوي دخلة وكلمة تكاليف بتساوي تدفقات نقدية خارجة يبقى هنا هو في المسألة بيخطبك على طول يقولك اذا علمت ان التدفقات الدخلة يبقى انت فهم ان الدخلة ايه رفع عليكم الارادات والتدفقات النقدية الخارجة. بقى دي اسمها اللي ايه? برفع عليكم التكاليف. هو بيقول لي المشروع ده يتقابل ولا يترفض. تبقى لمعيار صافي القيمة الحالية. طيب هحل ازاي? عشان اخد درجتي كاملة او ما اقيل له كده. صافي القيمة الحالية بيساوي. التدفقات النقدية الدخلة. ناقص التدفقات النقدية الخارجة. ده المعيار اللي انا اشتغل بيه. اللي هو تدفقات نقدية دخلة. ناقص القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة. بيساوي في المسألة اللي قدامك. مية وتمانين الف جنيه. ده الدخلة اللي هو الاراض. ناقص مية وخمسين الف جنيه. لو طرحتهم من بعض هنا. هيديني تلاتين الف. موجب ولا سالب. اه ده بالموجب. يعني التلاتين الف جنيه دول ربح ولا اخسارة. ربح يبقى في الحالة دي. يتم قبول المشروع. هو السؤال كان بيقول ما هي النتائج المتبتبة على. او يعني النتائج اللي تتبتب على كده من حيث الكبول او الرابط. لو عندك مشروع قدامك. التدفقات مية وتمانين. واللي هي الدخلة. اللي هي الاراضات. والتدفقات الخارجة مية وخمسين. تقبلوا ولا ما تقبلوش. انا مقدرش اقول اقبلو ولا ما اقبلوش. لما طبق هذا المعيار. اسمه ايه المعيار؟ صافي القيمة الحالية. بيساوي القيمة الحالية لتدفقات النقدية الدخلة. ناقص الخارجة. طب احترون من بعض. تلقيت الناتج بالموجب. يبقى هنا يتم كبول المشروع. طب يا مصطر لها حالة تانية؟ اه لها حالة تانية. خليك معايا عشان تفهم الحالة التانية بتاعتنا. الحالة التانية لو ايجي قالك. اذا علمت ان برضو من نتائج المتبتبة على كل من من حيث الكبول او الرابط. اذا علمت ان مصروع القيمة الحالية للتدفقات. الدخلة. الدخلة اللي هي ايه؟ اركز معايا الدخلة اللي هي الايه؟ برفع عليك الارادات. الارادات اللي دخلة مية وخمسين الف. والتدفقات الخارجة. الخارجة اللي هي الايه؟ التكاليف مية وتمانين الف. طبقا لما يلصف القيمة الحالية حدد ان المشروع ده يتقبل ولا يترفض. هقول له تاني. هقول له صافي القيمة الحالية بيساوي. التدفقات النقدية الدخلة. ناقص التدفقات النقدية الخارجة. واقول له. هنا التدفقات النقدية الدخلة كانت كام؟ مية وخمسين الف. ناقص الخارجة مية وتمانين الف. بيساوي. اه بالآلة بقى. هو هتحل بعنيك. حل بالآلة عشان الآلة تطلع لك الناتج. مية وخمسين ناقص مية وتمانين. هيطلع لك سالب تلاتين الف جنيه. طيب. انا هسألك سؤال. مشروع بيطلع لك بالسالب. والسالب هنا تدل على الايه؟ على الخسارة. يبقى السالب بتدل على الايه؟ على الخسارة. طب الموجب بتدل على ايه؟ على الربح. طب يا مستر. لو المؤشر سالب. يبقى هنا المشروع يرفض. طب لو المؤشر موجب. المشروع يقبل. يعني ايه المؤشر. هنا الناتج لما اطلع لي. انا انا عملت المشروع ده اخسر تلاتين الف جنيه. طب بالعقل كده. هقبله ولا ارفضه. يرفض. رفضتوا ليه؟ عرفت منين ان هو هيخسر. لان طلع لي صاف القيمة الحالية. مؤشره ايه؟ سالب. الله. يعني هو ممكن بعد كده يجيب لي المسائل. من غير مسائل. اه يعني ايه يجيب لي المسائل من غير مسائل. اه يجي يقول لك كده. اذا صح أو غلط. او ما النتاج المترتبة على. وجايب لك الجمله كده. بيقول بيقول ليه الجمله بقى. بيقول. اذا كان مؤشر صاف القيمة الحالية رقم سالب. بينك推سين. يقبل ولا يفض المشروع. اذا كان مؤشر صاف القيمة الحالية. رقم ايه؟ سالب. يقبل ولا ولا يرفض المشروع؟ برفع عليكم سالب يبقى يرفض إذا كان المشروع أو صائم المؤشر عندي رقم موجب يقبل ولا يرفض؟ موجب يعني ربح يبقى المشروع هنا يتقبل يبقى نخلي بالنا من النقطة دي لو المؤشر بتاع المؤشر يعني النتج في الآخر طلع لي بالموجب يبقى المشروع ده يتم قبوله اقتصاديا لأنه يبقى مربح أما لو المشروع طلع لي الناتج أو صاف الكلمة الحالية مؤشره رقم سالب يبقى المشروع هنا بيتم رفضه دي النتائج المترتبة طيب برضو من ضمن الأسئلة اللي بتيجي فيه النتائج المترتبة على من حيثه يقبل المشروع أو يرفض يجي يقول لك إيه؟ إذا كان خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا وأصرح لك بالتفصيل إذا كان معدل عائد الاستثمار 9% معدل عائد الاستثمار 9% وسعر الفائدة السائد في السوق 12% وبين كسين بقى يقبل ولا يرفض المشروع طيب أنا أختار على أي أساس أقولك على أي أساس الأول هبجعك لسؤال كده بيقول إيه أسباب عدم نجاح المشروع عندنا حاجة اسمها المغالاة في عائد الاستثمار المغالاة في عائد الاستثمار البنك بيدي إيه فوائد المشروع بيدي إيه عائد الاستثمار فبيقولك أنت معك فلوس ومعدل عائد الاستثمار بتاع المشروع بتاعك ده 9% تمام وسعر الفايدة السائد في السوق الفايدة في البنك 12% طب أنا في الحالة دي تفتكر كده المشروع يديني 9% البنك يديني 12% قابل المشروع والله وفضه ببفض عليكم يتم بفض المشروع وفضنا ليه لأن سعر الفايدة السائد في السوق أعلى من معدل العائد تاني سعر الفايدة السائد في السوق أعلى من معدل العائد طيب لو عكسنا الكلام ده عكسناه إزاي لو أنا قلتلك إذا علمت أن معدل عائد الاستثمار 15% وسعر الفايدة السائد في السوق 10% يقبل ولا يرفض المشروع المشروع هناليتقبل ولا هترفض هرجع فقرك تاني المشروع بيدي عائد البنك بيدي فايدة العائد هو 15% بتاع المشروع والفايدة 10% مين الأكتر المشروع اللي أنا أعمله يبقى كده هيجيب لي معدل عائد أكبر من سعر الفايدة يبقى في الحالة دي يقبل لو قال لك يقبل ليه أقول له يقبل إذا لأن هنا معدل عائد الاستثمار أكبر من سعر أو أعلى من سعر الفايدة معنى كده أن أنا ممكن أترجم لك الحتة دي نظري وبتبقى مهمة جدا يجي يقول لك إيه إذا كان معدل عائد الاستثمار الاستثمار أعلى من سعر الفايدة السايد في السوق وبين كسين يقبل يرفض هذه أول جملة الجملة التانية إذا كان معدل عائد الاستثمار أقل من سعر الفايدة السايد في السوق وبين كسين يقبل يرفض يبقى معنى كده أن أنا ممكن النظري ممكن يجي لي عملي والعمل يجي لي نظري بيقول لي إذا كان معدل عائد الاستثمار أعلى من سعر الفايدة يعني لو عملت مصروع يجيب لي معدل أعلى من سعر الفايدة يبقى في الحالة دي يقبل المصروع أما إذا كان معدل عائد الاستثمار أقل من سعر يبقى هنا في الحالة دي يرفض رفضت ليه لأن معدل عائد أقل من سعر الفائدة السائد في السوق يبقى يا شباب وبناتنا وأبنائنا اللي معنا نفهم الجزء ده كويس إذا كان معدل عائد الاستثمار أعلى من سعر الفائدة السائد في السوق سعر فائدة البنك يعني يتم قبول المشروع اقتصاديا أما إذا كان معدل عائد الاستثمار أقل من سعر الفائدة السائد في السوق يتم رفض المشروع اقتصاديا النقطة دي مهمة جدا 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 تعال نشوف مع بعض كده النقطة النقطة اللي بعد كده أو السؤال اللي بعد كده إليك المعلومات التالية جايب لك بقى هنا المشروع ده بيقول لك البديل واحد والبديل اتنين القيمة الحالية للتدفقات الدخلة رفع عليكم الدخلة اللي هي ايه الإرادات طيب والخارجة رفع عليكم التكاليف عايز صافي القيمة الحالية بس بشكل جدول عايز نجيب له بشكل جدول واختار أنهي بديل فيهم طيب اي البديلين افضل طبقا لصافي القيمة الحالية طب ده مستر اعملها ازاي بسيطة جدا هنعملها ازاي هنعمل جدول زي اللي هو عامله اهو هعمل لك جدول زي اللي هو عامله واكتب هنا البيان او المعلومات زي ما هو كاتب وعندك البديل واحد والبديل اتنين كتب لك هنا القيمة الحالية للتدفقات الدخلة الدخلة هنا اللي هي ايه برافو عليكم الارادات الف وخمسمية وهنا ارادات المسروع التاني الفين وسبعمية القيمة الحالية للتدفقات الخارجة اهي الخارجة الف وهنا الفين عايز صافي القيمة الحالية طيب وانا كمان عشان نصعب الامور شوية هنقول كمان عندنا البديل تلاتة بديل تلاتة عندنا الدخلة تلات تلاف والخارجة الف الف انا مش اطلب صافي كمان وعايز حاجة كمان اسمها ترتيب البدائل وهقولك يعني الوقت ترتيب البدائل طيب صافي القيمة الحالية احنا قلنا صافي القيمة الحالية هجيبه ازاي عن طريق ان انا اطرح التدفقات النقدية الدخلة ناقص التدفقات النقدية لايه الخارجة يعني الف وخمسمية ناقص كام الف موجب ولا سالب موجب كام خمسمية تمام الفين وسبعمية من الفين موجب ولا سالب موجب بس موجب كام موجب سبعمية تلات تلاف ناقص ألف موجب ولا سالب موجب موجب كام موجب الفين طيب لو انا رتبت البدائل يعني ايه ترتيب البدائل لو انت قدامك مصروع الاولان يدخلك خمسمية وده سبعمية وده الفين اختار مين اه هنا هبتب البدائل يعني اول مصروع عمله البديل تلاتة يبقى ده ياخد رقم كام برافو عليكم رقم واحد طب مين البديل اللي بعده اللي جايب لربح بعده اه يبقى ده ياخد رقم اتنين طب ده ياخد رقم تلاتة لو قال لي استبعد بديل استبعد ايه برافو عليكم استبعد البديل واحد ليه لانه يحقق اقل ربح هنا او اقل صافي كمه حالية ولو كان بالسلب كنت اصلا اش حدته من ما عنده خالص ما كنتش حدته يبقى هنا التلاتة طلعين موجب ببتب البدائل ازاي طبقا اللي مطلع لي اعلى ربح يبقى انا هنا قلت الدخلة ناقص الخارج يعني ايه الدخلة يا مستر برافو عليك يعني التدفقات النقدية اللي هي الاردات يعني ايه الخارجة برافو عليكم اللي هي التكاليف طبحت التدفقات الدخلة ناقص التدفقات الخارجة اداني اصاف القيمة الحالية المسروع الاولاني خمسمائة جنيه سبعمائة الفين لو انت بدأ حياتك كده وبتعمل المسروع تختار مين اه يبقى ده البديل واحد يبقى ده البديل اتنين البديل تلاتة لو قال السؤال اي البداء المرفوض اقول له البديل واحد ده البديل الاولاني ده مرفوض لانه هو حقق اقل صافي قيمة حالية اه المسألة دي من المسائل اللي بتجينا في الامتحان ونخلي بنا منها طيب نبص كده على اه الاسئلة اللي معنا تاني ضع علامة صح امام العبارات الصحيحة او خطأ امام العبارات الخطأ واحنا بنشرح الصح والغلط هنشرح بالتفصيل عشان ما ما تأخذ بالك دراست الجدوى المبدئية تعد بعد دراست الجدوى التفصيلية تاني دراست الجدوى المبدئية تعد بعد دراست الجدوى التفصيلية تعد بعدها يعني ايه بعدها يعني الاول التفصيلية وبعد كده المبدئية طبعا الاجابة دي العبارة هنا خطأ خطأ ليه خطأ عشان اللي انا هشرحولك دلوقتي اللي انا هشرحولك مهم جدا وهيلخص لك حاجات كتيب جدا احنا عندنا حاجة اسمها دراسة الجدوى الاقتصادية. دراسة الجدوى الايه? الاقتصادية. دي وسيلة علمية باخد بقى عليها قرار لاستصال. دراسة الجدوى الاقتصادية دي بتنقسم الى نوعين. دراسة مبدائية. دراسة ايه? مبدائية. بعد كده دراسة تفصيلية. دراسة الجدوى بتنقسم الى ايه? مبدائية وتفصيلية. من غير شرح بقى ومن غير ما اقول اي حاجة. انت قدامك كده. من اللي بتتعمل الاول? المبدائية قبل مين? التفصيلية. او ممكن اغير صغيرة الكلام اقول التفصيلية تالي المبدائية. طب المبدائية دي بتاعت ايه? دي دراسة. اولية. استكشافية. للافقار. هدفها حاجة واحدة بس. التأكد من عدم وجود مشاكل. يبقى الدراسة المبدائية. دراسة اولية هي اللي بتتعمل في الاول. هدفها حاجة واحدة بس. ان انا اتأكد ان ما عنديش اي مشاكل في تعوق المشروع. طب اتأكدت ان ما فيش مشاكل. هتطر انقل على طول الدراسة اللي بعدها. الدراسة التي تليها. خلي بالك تليها. والمبدائية تسبق التفصيلية. المبدائية تسبق الايه? التفصيلية. والتفصيلية تالي المبدائية. طيب اتأكدت ان ما فيش مشاكل من المبدائية. هتطر قش على طول الدراسة الايه? التفصيلية. يعني يا مستر الدراسة التفصيلية اهي. دراسة كاملة عن المسروع. ليه? توضح ابعاد الفكرة الاستثمارية. تاني. هي دراسة كاملة عن المسروع. توضح ابعاد الفكرة الاستثمارية. طيب ببساطة كده بقى. هسأل سؤالين على الرسمة اللي قدامك دي. لو جاءنا سؤال صح وغلط وقال. الدراسة المبدائية. تالي الدراسة التفصيلية. تبقى غلط. اهي. قدامك المبدائية بتسبق التفصيلية. طيب. الدراسة التفصيلية تسبق المبدائية. هقولك لا غلط. الدراسة المبدائية هي اللي بتسبق الدراسة اللي ايه? التفصيلية. طيب خلي بقى لك بقى من السؤال اللي انا هقوله ده. ويريد تكتبه في ورقة عشان تحفظ الاسئلة دي. لو ايجا قال لك كده. الدراسة. عندنا المبدائية والتفصيلية هي. قلنا المبدائية. دراسة اولية استكشافية. هدفها التأكد من عدم وجود مشاكل. هي مرحلة وسيطة. ما بين فكرة الاستثمار او تولدها. وبين الدراسة التفصيلية. لو ايجا قال لك كده. الدراسة المبدائية لا تهتم بالتفاصيل الدقيقة للمشروع. طبعا صح. ملاش دعوة. الدراسة المبدائية ملاش دعوة. هي لا دعوة بايه? التأكد من عدم وجود مشاكل. هعمل مشروع على الحتة دي. الحتة دي والله ما عليهاش مشاكل. اعمل عليها دراسة مبدائية. المبدائية قالت لي ما عليهاش مشاكل. شكرا هنقلع الدراسة اللي بعدها. ايه بقى الدراسة اللي بعدها? الدراسة التفصيلية. هي دراسة كاملة عن المشروع. توضح ابعاد الفكرة الاستثمارية. طيب. هل الدراسة التفصيلية دي بتهتم بالتفاصيل? هي اسمها دراسة ايه? تفصيلية. يبقى هي اللي هتهتم بالتفاصيل الدقيقة. ليه بقى هتهتم? لان انا بقول ايه? دراسة كاملة عن المشروع. توضح ابعاد الفكرة الاستثمارية. طيب. يا مستر الدراسة التفصيلية ديت بتتكون من حاجة. طب المبدئية تتكون من حاجة المبدئية بتتكونش من حاجة. اللي بتكون من مجموعة من الدراسات الدراسة الايه? التفصيلية. تعال نشوف مع بعض كده. بتتكون من ايه? بتتكون عندك من دراسة تسويقية. دراسة ايه? تسويقية. ودراسة فنية. ودراسة تمويلية ومرحلة التقييم المالي والاجتماعي للمشروع يبقى ها الدراسة التفصيلية لو اجا سؤال ماذا مقصود بالدراسة التفصيلية او مما تتكون الدراسة التفصيلية اقول له كده دراسة تسوئية دراسة فنية دراسة تمويلية مرحلة التقييم المالي للمشروع طب يا مستر هو انت كاتبهم كده هل ممكن انا لاخبطتهم هقولك لا لأ ليه لان كل دراسة متكتبة على التانية يعني انا هبتدي اعمل دراسة تسويئية دراسة تسويئية يعني ايه دراسة الطلب على منتجات المشروع وخلي بالك من النقطة دي مهمة لدراسة تسويئية معنا야 ان انا بدرس الطلب على منتجات المشروع ليس لها علاقة اللي هي contrastة تسويئية ليس لها علاقة ولا بتدفقات نقدية دخلة ولا تدفقات نقدية خارجة لان بيجي يسأل يقول لك ايه دراسة تسوئية ينتج عنها تدفقات مقضية خارجة ولا خارجة ولا دخلة هي الدراسة دي دراسة كده بانت حلال كل مهمتها حاجة واحدة بس ان هي تدرس الطلب على منتج المشروع او المنتج اللي هينزله المشروع انا هنزل القلم ده السوق الدراسة التسوئية بتعمل ايه بتعمل لي توصيف لسوق السلعة الكمية المطلوبة من القلم ده العوامل اللي هتأثر فيه العرض والطلب السوق المستهدف كمية المستهلكين اللي ممكن يشتروا القلم بتاعي هل الاسعار والدخل والكلام كل ده اسمه دراسة الطلب على منتجات المشروع يبقى الدراسة الفنية لا ينتج عنها تدفقات مرضية داخلة طيب تعالا كده نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده لا تتطلب دراسة الجدوى المبدئية الفحص الدقيق والتفصيلي لسه شرحين دلوقتي اه فعلا الدراسة المبدئية مش محتاجة مني تفاصيل الهدف من الدراسة التسويقية لسه مجاوبين عليه معرفة التدفقات النقدية الخرجة للمشروع الاجابة خطأ ولو هصحح هقوله لا الهدف منها دراسة الطلب على منتجات المشروع فقط السؤال اللي بعد كده التسويق مهم لدرجة أنه يطرق لإدارة التسويق فقط العبارة هنا خطأ التسويق مهم لدرجة أنه لا يطرق لإدارة التسويق يبقى فيه كلمة لا زيادة سعر السلعة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها أختم بس بالنقطة دي كده بيقولك زيادة سعر السلعة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها طبعا الإجابة هنا خطأ لزيادة هناك علاقة عكسية ما بين سعر السلعة ما بين الطلب على السلعة كنا معاكم النهاردة إن شاء الله وحاولنا أنه بقدر الإمكان أنه نجمع أكبر قدر من الأسئلة سواء كانت عملي أو نظري إن شاء الله بإذن الله في حلقات مراجعة تانية انتظرونا وأي شؤال ما انتش عارفوا ابعت لنا على القناة بتاعتنا وعلى القناة في اليوتيوب وإحنا إن شاء الله في خدمتك أرجو النهاردة أن أنتوا تكونوا استفدتم أعزائي الطلبة والطالبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر